أثناء فترة الانتخابات الأمريكية شهدنا صعود قياسي بالنسبة للبيتكوين والعملات الرقمية عموما. وهذا كنا نشهده حتى أثناء الحملة الانتخابية لترامب التي استهدف بها هذا الكميونيتي. كميونيتي المستثمرين في العملات الرقمية. ولكن الملفت حقيقة ليس ما يحدث بالنسبة للبيتكوين ووصولها لمستويات فاقة الثمانين ألف دولار. ولكن العملات الرقمية الأصغر الميم كوينز مثل الدوتش كوين أيضا استفادت بحد كبير. 50% ارتفاعات على الدوتش كوين في خمس أيام. هذه الارتفاعات تعتبر جدا قياسية وأكبر بكثير مما شهدناه بالنسبة للبيتكوين. ما الذي يتم تسعيره إلى حد كبير هي عدد من التشريعات التي يعتبر المستثمر بأنه قد يتم إقرارها من الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية ترامب. الذي سيدخل البيت الأبيض في العشرين من يناير. أولا هناك توقعات بأن يتم تغيير الرئيس الأس إي سي جاري جانسلر برئيس جديد قد يكون داعم بشكل أكبر للعملات الرقمية. جاري جانسلر تم تعيينه أساسا من إدارة جو بايدن. وكان لديه نبرة حادة تجاه مجتمع والعملات الرقمية كأصول بشكل عام. هناك توقعات أيضا بأنه سيقوم بعمل تشريعات خاصة بالبيتكوين ماينينك ستكون جدا إيجابية. وبأنه سيبني احتياطي للولايات المتحدة الأمريكية من العملات الرقمية ومن البيتكوين. وبالتالي كل هذه التشريعات يتم تسعيرها إلى الآن سواء بالنسبة للبيتكوين أو حتى بما يتعلق بالدودش كوين. الملفت فقط بالبيتكوين بأنها أصبحت اليوم جزء أساسي من ما يعرف بالترومب تريد. الذي نشهده في الأسواق حول العالم. والملفت بشكل أكبر. إنه إذا ما أخذنا وقارننا ما بين البيتكوين وصعودها. وما شهدناه بالنسبة مثلا للأم سي آي للأسواق العالمية. للأسواق الأسهم العالمية أصبح لدينا فجوة كبيرة بين ارتفاعات البيتكوين. التي تعتبر أعلى بكثير مما شهدناه بالنسبة للأم سي آي للأسواق العالمية والأسواق الأسهم العالمية. وهذا يعني بأنه لدينا بات اهتمام أكبر مما يتعلق بالأصول الخطيرة بالبيتكوين. أين سيكون السقف؟ 100 ألف دولار ربما 120 لا أحد يعرف. ولكن بالطبع هناك توقعات جدا بوليش بأن يستمر هذا الصعود مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض.